صباح الفل يا بنات ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو النهاردة اتسألت علي كتير برضو كل ما نزل فيديو في اي فرشة تسألوني يا غاية الفرشة دي الايه واستعملتها ايه بصوا انا من هوات الفرش يعني انا عايزة اقولكم حاجة قبل برضو ما ابتدي في ممكن واحدة يعني بعد الفيديو تقولي طب ما هو فرشتين ثلاثة كفاية وكده انا بحب بقى كل حاجة عامل لها يعني ده يعني ده طبعي الخاص يعني فانا هقولك انا بعمل ايه ودي الايه ودي الايه وبجيب ايه ومنين والكلام ده كله وانتي برضو لك حرية الاختيار يعني ممكن تخذي مثلا مني فكرة لفرشة او فرشتين او ثلاثة حسب ما انتي عايزة بس انا بحب يعني كل حاجة عندي تقاليها فرشة مخصوص تمام نبتدي بقى الفيديو اول فرشة معايا قلتلكوا عليها قبل كده بس اللي ما شافش الفيديو دي فرشة سيليكوم ب18 جنيه دي حلوة جدا جدا هي مفروض اللي هي للملابس ممكن انتي تعمليها للملابس اوكي طبعا بتشيل الوبر حلو قوي عندك قطط عندك في الانطري بتاعك في لبسك في اي حاجة فيها وبر بتشيلها لك حلو قوي يعني بصوا اهو يعني تعملي كده تلاقي كله بتشيل معاكي سهل جدا دي ب18 جنيه ممكن تعبلي واحدة لللبس واحدة انا بقى مش عاملها لللبس لان انا عندي واحدة للملابس وكده ومعنديش قطط فمعنديش وبر في البيت عاملها للسجاد بطلع بيها الشعر بالسجاد اي حاجة في السجاد وبتطلع حتى الفسافيسة الصغيرة بصراحة هي هيلة 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 جدا ممكن تقالي لكم عليها قبل كده ب18 جنيه كنت جايباها من عند هي وبس اهو ده شكلها للي حابب يجيبها طيب بصوا بقى يا بنات دول بتوع اه اكيا تمام دول اتنين طيب اتنين ليه انا عاملة ايه بقى دي انا معلقاها حطها يا فيها كويتش كده بس هو بيسود مع المية هو نظيف بس اسود من المية بحطها كده على الحود على الرخامة عندي على الحود دي بستعملها لايه بستعملها اللي انا بفضي فيها الموعين عشان احطها في غسلت الاطباق تمام؟ فدي حاجة وممكن برضو لو عايزة للحود حاجة تانية بس انا دي عاملها للموعين افضي بيها الموعين وهي في غسلت الاطباق او لو فيه برضو حاخصل على ايدي فيه كده حاجات مش عايزة تخليها في الاسبونشة بعملها بيها طيب دي لايه؟ دي للخضار انا بعلقها بقى جنبي على الستاند اللي جنبي اهو بالعليقة بتاعتها برضو من ايكيا هو مش عارفة والله اسعارهم انا بقى ايه؟ نسيت الاسعار معلش بتاع دول في حدود مثلا اه خمستاشر عشرين حاجة زي كده دي بصوا بتاع ايكيا حلوين جدا خميتهم حلوة ودول ما قالهم معي سنين سنين يعني دي للخضار عندك خضار اه طبعا اه عايزة تعملي بيه اه بطاطس بقى كوسة اي حاجة تمام؟ دي انا عندي من زمان بس انا مؤخرا جبت ديه طيب دي ايه؟ دي اسهل في ايه بقى بصي لما تمسكي الخضار وبتعمليه بييدك كده غير لما يعني بتبقى من غير ايه دي انا بملكها اكتر يعني دي عندي انا بملكها اكتر تمام؟ طيب دي ممكن استعملها في ايه؟ ممكن استعملها في الخضار ممكن تستعمليها على الحود تخسلي بيها الحود حلوة جدا دي كت مش عارفة بعشرة جنيئة او حاجة من عند هيكة تركي من عند هي وبس تخسلي بيها الحود تخسلي بيها الخضار تخسلي بيها برضو تتعاكي بيها اي حاجة مثلا جنبك كده عايزة تدعك الرخامة فيها اي حاجة حلوة اللي هي من غير ايد وانا بصراحة بحبها جدا دي تمام؟ طيب دي بقالها معي سنين برضو دي بتاعة الازايز ازايز الميا دي انا بصراحة انا جبت ايكيا معجبتنيش بتاعة الازايز وحتى انا حطها في البوفي مش بستعملها دي كت عادية جدا بدخلها في الازازة حلوة اوي للازاز او اي حاجة يعني كده بتبقى غويطة قصد يعنيها صغيرة حلوة اوي وطاعد وكترخيصة بصوا ديها اهي جمدة ما بجبيش اللي هي الفورشة بتاعة الازازة تبقى اديها خفيفة عشان لما بتحطيها في الازازة وتيجي تدعكي مش هتدعك معيكو بصوا دي اديها جمدة ازاي خلي بالك دي سيليكون بتاعة الصواني في زيها كون كان عندي قبل كده اللي هو القش ده او مش القش اللي هو القديم كان بنعمل قديم بس كان مش حلو كان بيمسك فيه الزبدة وكده بلاش منه للصواني عشان هتحطيها في دهون هاتي السيليكون احسن حاجة بلاش تجيبي اللي هي شعر كده اللي هي زي كده زي كده طيب دي بقى كنت لسه بعمل بها دلوقتي دولة اللي فكرني اللي انا عمل لكم الفيديو بصراحة دي انا بستعملها في ايه دي كان بتاعة اختي كانت جايبا حنة فدي كانت معاها في العلبة فدتني واحدة بصوا مثلا دي بقى الصغنونة بعمل بها ايه يعني مثلا تحانت فلفل اسود تحانت كمون تحانت كده بصوا انا عاملها لكده تمام اهو تعملي بقى هي تطلعي بيها كده بالمطحنة كمان مثلا الخلاط بتاعك في مثلا مكان اول ما بعمل فلفل اسود بصوا لازم يعملي كده اروح انا بقى ايه عاملة كده الفلفل الاسود كده مكراه بينطر معايا كويس جدا وبصوا الفيعة وخفيفة دي انا عاملها للتفضية كده الحاجات اللي هي عايزة تتنتر الصغيرة تمام طيب هنيجي برضو لدول دول ايه دول انا اتسألت عليهم كتير جدا بصوا يا بنات دول تلاتة مع بعض بيبقوا واحدة نعمة واحدة اهي نعمة وخشنة ووسط بيبقوا في باكت واحد فيه منه الصغيرة الحجم ده الصغير فيه منه يعني حجمي يعني ده تتربيه في اتنين كده كبير دول ايه بقى حلوين قوي ايه انا وردهم لكم قبل كده في الفيديو اللي فات مثلا عايزة حاجة فيها كده بصوا مثلا هنا كده عايزة تعمليها تعمليها معاكي البوتاجاز مكان جنب العيون دي عايزة تعملي الحاجات الوفيعة قوي اللي هي متعرفيش تدخلي فيها حاجة بصراحة دي حلوة جدا اللي هو بقى ايه بين المصمار وبين اللي مش عارفة البوتاجاز عارفة انتو عارفين اكيد بيقابلنا حاجات كده كتير الحاجات الصغيرة قوي معليش بعتذر فيه ناس بتوضب فايه فيه صوت الحاجات الصغيرة قوي دي بس هقولك حاجة خلي بالك دي فيه خشنة ونعمة ونص نعمة فيه حاجات بتبقى عايزة حاجات نعمة وفيه حاجات بتبقى عايزة لازم حاجات خشنة عشان تشلها ده دول التلاتة كانوا بعشرة جنيه والكبيرة التلاتة بس انا ما جبتش الكبيرة عشان عندي الصغيرين يعني مش يعني مش عايزاهم مش محتاجاهم التلاتة التانيين بعشرين جنيه تمام لان فيه حاجات ساعات بتحتاج الصغير مش لازم الكبير يعني فدول برضو حلوين جدا جدا طيب ناخد دي دي فرشة نقاشة عادي يعني بتاعت النقاش عادي انا عندي منها اتنين يعني جايباهم ومش بس تعملهم للنقاشة طبعا دولي ايه للموبيليا وكت عاملة برضو فيديو عليهم قبل كده انت مثلا الموبيليا بتاعتك فيها اللي هي قلتولي اسمها ايه قوايم حاجة زي كده معيني انا بابايا اساسا كان تاجر موبيليات بس مش عارفة الاسامي بقى بيبقى فيها كده ورود وحاجات كده وحفر وكده صدقيني مفيش حاجة بتشيلها غير دول حتروحي بخة كده اللي هو متاع الخشب ملمع الخشب زي ما وردتكو قبل كده وتروحي عاملة كده كده بصوا الحاجات اللي هي رفيعة بتخش كده بتبقى معاكي التربيزة زي الفل واي الدولاب عندك اي حاجة بيبقى زي الفل معاكي علشان دي بتدخل في كل السنية بتاعت الخشب وبتبقى نعمة جميلة جدا اوقع تاخذي واحدة بتاعت عملت بيها بويا وتروحي منظفها وعملها لأ دي تبقى لسه جديدة تاخذيها وتعمليها وفي منها اصغر وفي منها اكبر فبرضو دي للموبيلية حلوة جدا واي برضو حاجة عايزة ممكن لها زي كده يعني لو ما لقتيش جي انت تجيبي واحدة بتاعت نقاشة عادية بتاعت بياض عادية صغيرة وتخليها زي دي للمطحنة للخلاط لأي حاجة عندك برضو عايزة لانت تنفضي منها الحاجة كمام؟ طيب دي بقى انا جبتها مؤخرا وحلوة قوي 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 قبتلكوا قبل كده عليها اللي هي حلوة قوي دي بقى بتاعت التلاجة كويتش التلاجة بتاعت القلمتال القلمتال بيبقى فيه كده خطوط رفيعة كده بيبقى فيه تراب وبصوا بتتفتح كده اهو تمام؟ وممكن لو في حاجة رفيعة عايزة تعمليها بتعمليها بدي وتشليها بدي التلاجة القلمتال بين هنا عندي بين البوتجاز وبين وردتك قبل كده وبين الرخامة على طول بيقع أكل بيقع حاجات فتافيت بعملها كده آآ جميلة جدا فيها لانها بصور فيعة بجد آآ هايلا بين البوتجاز نفسه البوتجاز نفسه وردتك وبين اللي هي بيبقى فيه حفر كده في البوتجاز في الباب بتاعه بعملها كده بتطلع يعني دي برضو مهمة جدا بالنسبة لي دي ايه؟ دي بالنسبة لل طلعة جديد اللي هي مفروض اللي هي وعملتلكوا عليها قبل كده برضو اللي هي سبونشا ومعاها الفرشة طيب أنا بقى طالما بقى جاتلي خلاص آآ جبتها يعني جاتلي حاجة زي كده أو جبت حاجة زي كده خلاص دي عاملها للحود يعني الفرشة دي أنا عاملها للحود أعملها بقى كده بل أخسل بها الحود مخصصة دي لغسيل خلاص لغسيل الحود لأن فيها بقى سبونشة تانية ليفة كده تانية للموعين فدي عاملها أنا للحود فبقى أصبح عندك واحدة خلاص لحود بدأ ما تعملي ليفة للحود تمام وهي بتتمني من هنا صبون كنت عاملها لكو قبل كدتني من هنا صبون وبتتعاكي بيها طيب آخر حاجة بقى عايزة أقول لكو عليها وكنتوا سألتوني قلت بالمرة أقول لكو عليها دي فرشة شعر بصوا فرشة شعر برضو سيليكون هي نفس فكرة دي بس دي طبعا للحاجات التانية ودي للشعر دي مكتوب عليها يعني معروفة يعني اللي هي منعة للتشابك في منها أنواع بس دي النوع أصلي أنا كنت جايباها من عن سرايا ماركت تمام وكانت شغالة كابة 40 جنيه 50 جنيه حاجة زي كده بس مش بتوجع خالص يعني أنت عندك بنت صغيرة أولا مش بتوجعها حتنسي بقى خالص اللي هي تعايت وثنيا فعلا بتسلك الشعر بسرعة جدا وبتلمه يعني لما تيجي تلمي الشعر ما بيبقاش هايش لأ يعني ايه بتقلل هايشان بتاعه فدي برضو حلوة جدا اللي لقيها أهي سلكم برضو للشعر هي نازلة كتير منها بس فيه ساعات بتبقى مش أصلية فبتبقى نشفة لو كده هاتي اللي هي الأصلية طيب هما دول بس خلاص الفرش بتاع النهاردة يارب بيكونوا استفدتوا عشان برضو أنتوا سألتوني كتير عن الموضوع ده ومعليش هو فيديو غريب بس أنا مش عارفة أنا حسيت اللي أنا عايز أعمله لكم اللي أنتوا سألتوني كتير وقلت اللي أنا أقفتكم ويارب بيكونوا استفدتوا من الفيديو ويارب بيكونوا استمتعتوا ما تنسوش اللايك وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد سلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة